موسيقى نحن كنا ريستوديو نحن الستوديو الوحيد في جيو سي الذي يشتغل مع دكتر أحمد ميتو طبعاً في السمسر كان الدكتر ليس فقط يعلمنا من العلم أو العلوم كان من الأول خالص يحسسنا أنه معنا في كل طريق يساعدنا في كل حاجة كان طبعاً كان حاجة جديدة أو موسيقى جديدة عمنا لم نشتغلنا فيه قبل كده وما أظننا أننا عمنا سنجد حد يوصل لنا أو يوصل لنا حاجة كده غير دكتر ميتو نحن اليوم بسيط من الطلبة نقدمه أننا نقول أننا نفتخر بالدكتر أحمد ميتو إحنا مش عاملين اليوم ده للحزن إحنا عاملينه أننا نفرح أن في واحد بالصفات دي وبالعلم ده جيه أعلم جزء من الطلبة بتاعتنا والطلبة كانت مبتنعة بيه ومبسوطة منه وتعلمت منه كتير موسيقى شخص مثل دكتر ميتو مشهور يعني لو يفضلنا وقت من وقته وفعلاً ما يقصر معنا والذي هو يعلمنا كل حاجة يعني فعلاً هذا المسر تعلمنا منه كتير جداً فيعني ربنا يجعل الله أعلمه لنا منذين حسناته يعني يعني يعلمني وأعلم غيرنا كتير قوي ويعني زي ما أنا قلت هو أثر فينا شخصياً مش معمرياً بس دكتر أحمد كان عشان يبصل البحث المحرض يعني هو وصل فيها دلوقتي منه بيتكلم عنه بالشكل ده كان دايماً بيكبر الأوتيت منه بأي كلمة صوبيراً ديه فإحنا يعني 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 إيه دكتر أحمد يعني ياخد رأي في السكتش ولا يعني يعني بيقول لي هل مفروض نعمل إيه النهاردة ولا يعني 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 ياخد رأينا بحاجة شغالة في المكتب أو في مشروع معين حتى لو هو يعني بيأعمل هو بياخد رأينا علشان يحسسنا إن إحنا كده فهو خلص الأحساس فصل وإحنا فعلا تحسينا أن إحنا أكبر من ما إحنا كنا متخيرين إحنا لديه موسيقى 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 مست معاه بعد كده في عين شمس سنة كانت من أم تعسين لدراسها في حياتي وشفت السطاف حتى اللي واقف معاه بيبصرح ميته إزاي هو بيتكلم عشان يتعلم منه أحمد السطاف ده كبير أو صغير ناس كانوا بيعلمونا وأكبر منه وبيقفوا يتعلموا منه فهو ميته ربنا ينحمه ربنا يجعل العمله للناس كلها في ميزان حسناته وأعتقد أن العلم اللي هو أعلمهنا حتى لو قد كده هيفضل دكتور ميته جوه كل واحد هو أعلمه وأعتقد أن ما فيش حاجة في الدنيا أحسن أن أنت أتعلم إنسانه وأعتقد أنه أعلم ناس كتير موسيقى 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 موسيقى